قوم بدون المقطع يا حبايب نزلت مقطع على القناة الثانية وواحد من أرواح المقاطع عن موضوع أرباح اليوتيوب وهي أشياء كوش مهمة وحطت بها دلائل وثباتات وشياء كوش قوية فأتمنى منكم يرون المقطع وضعوا رابط الوصف فجروا المقطع لايكات واشتراكات ويلا ننتهي المقطع الخبر الأول الذي عادنا عن فضيحة شبيهة قمر مار فتشر واحد من الفيديوهات الوحدة من البنات لكل اشتشبه قمر مار في البداية الكل صار نصدم الموضوع صار يقول ان هاي فضيحة قمر ولكن يا حبايب أنا ترسلت ويا قمر وسيتعني صحيح هذا الموضوع قالت ان هاي موهيت طبعا فاتمنى من كل يا حبايب يقول ما ينشر بعد هذا الفضيحة ان هاي صلت هي قمر وكتبونا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر ننتقل حاليا على باب الحارة الجديدة والمعركة الجديدة بين محمد جواني اللي هو حاليا اذا ما تعرفون هو قاعد بألمانيا فلاذا بيسان اسماعين عن الشاي باستغلوا من الموضوع هم مسافرة والتركية صار نزول مقاطع شوية بالتك توك نوعا ما يستهزون بمحمد جواني فجواني زعل حسبا بالإنستجرام شو تشتوريات وبهذا الاشتوريات صار يستنزل بهم وصار يقول بها انه اغاب الخطأ العبيا فار وان هو لو كان هناك تانا حيث تضيفهم بشكل مطبيعي ولكن للأسف هو بألمانيا عاكونا راح تكم هذه الاشتوريات ما لتلحب ان نشوفها كامل تركيا ومشتاء الارفواتي بتركيا صلي شهر برا تركيا عن جد اشتقتلوا خير الله وحبيت اتذكرهم بستوري وأتذكركم ان انتو قدامكم بسكروا قدام بسكروا الكل قدامكم وفي كتير رسائل بسططني ان جواني غاب القطع العبيا فار عادي ترى عادي بس يلا مو مشكلة وقال انتو فمتوا على اي الناس بعتلي رسائل عادي مو مشكلة يلا بس خلي انتبهوا ترى جواني بسمار كتير سابت بتركيا انتبه اوكي وبنفس الوقت يا حبايب هو اعلن انه رح ينزل فيديو كليب جديد بتاريخ السابعة سابعة حيكون فيديو كليب ناري اوكي يا جماعة قريبا في عنا فيديو كليب بجنن رح يتصور وبالتأكيد بسانت معلون الشايب ردوا عليه فنزعوا على حسب ان الشايب الانستجرام مشوية اشتوريات بهذه الاشتوريات كاتبين عليها فالذيب لا يلتفت الى نباح الكلاب وانا الشايب نزل هذه الاشتوريات حاط بي كلاب وحاط بي عالم تركيا والهو اكيد يقصدون محمد جواني لانهم نشروا بعض الاشتوري مالته من الواضح انه بيسان حابين نقوم لهذه الدراما في ردودهم شاتكوش قوية كتبوني احباب بلكوميتات شركوا بفضل الخبر وانتوا يا مينو يا محمد جواني او يا بيسان اسمه عيل ننتقل حاليا اليارا مارو ليش صارت تبتشي فيارا مانزلت على احتباء بالانستجرام في شات ستوريات تطلبها من المتابعين انه يطلبون منها ايشي فوحد طلب من عادها انه يطلبون صور بي عيمو مار في لشرة هذه الصورة والهوين المتابعين صدروا توقع انه هي جديدة ويمكن قاعدين يصورون اي مخاطئة بعض يجهزون اشياء بالاستوري اللي بعده واحد من عادهم طلب من عادها انه فيديو سادس فيديو بالصور او استوديو في لشرة هذا الفيديو قالت ان شادنا صور هذا الفيديو لتباعة صاحبتها شكلت هي كانت تبتشي صار بوجهها فشت توقع ان سبب الخلية يا رمار تبتشي نتقل حاليا سار المالح وعيد ميلادها فاليوم يا حبايب هي عيد ميلاد سار المالح فكل عام تب خير عقبال مليون سنة يا رب وطبعا تنسون يا حبايب اني تعيدوها بالكومنتات على عيد ميلادها وبس والله احببنا وصلت المقطع في المقطع عجبكم اشتركوا بالقناة جاناكو فيزي ومع السلامة